أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة ومساء الانتصارات ولكن إذا أردت أن تعرف المزيد عن الأهلي فأبحث عن سر الأربعة والأربعين ابحث في جدران المعابد في تل العمرنة وفي بني حسن وتون الجبل ولكن عليك أن تتقن الهيروغرفية يا أستاذ إبراهيم لما أنت بتكتب حاجات حلوة أو كده ما بنشوف لكش الكلام ده على وسائل الميديا بتاعة النادي الأهلي وقابلها عامل حاجة عن كواليس موضوع كابتن عبدالله السعيد والتوقعات وكان مقالة رائعة جدا في الأخبار نيوز أنت بتحجل تبرز شغلك وإن كان يفيد الأهلي أهلا بك يا باش مهندس أولا وأهلا بك أعزائي المشاهدين والمهندس عادلي دخل في اللعبة على طول من غير حتى ضربة بداية لكن دي كلها حاجات بسطة يعني أصل استنى بس لما المصور لما المصور يعمل يا جماعة عدد خاص عن النادي الأهلي ويكون حريص أن يكتب المقالة الافتتاحية الكبرى أستاذ إبراهيم منيسي فيقول لنا هذه المقدمة الجميلة العبقرية إذا أردت أن تبحث عن سر الأهلي فعليك أن تبحث في معابد بني حسن وجدران تل العمرنا وتون الجبل عن حقيقة وجود نقوش بالهيروغروفية على جدران المعابد تقول أن الأهلي بطلا للدوري هذا ما قاله الأستاذ إبراهيم فيه توهج ولكن أيضا هو يكتب فيه القضايا ومئة مرة أقول له أنت عمال تقول لي تجيب لي من ديه ومن ديه ومن ديه ومن ديه وتنسى حاجتين مهمين جدا لأنك رئيس تحرير مجالة الأهلي الأسبوعية والشهرية وما تكتبه حتى في الوسائل الأخرى البوابة في الأخبار نيوز أنت كاتب حاجة حلوة لماذا ده كلام لازم الناس يشوفه أنا نضيته الحقيقة للزملاء في السوشيال ميديا في النادي وفي الموقع الإعلامي وأنا تمنى دايما وأبدا تفعيل هذا أو هذه العلاقة مع كل جماهير الأعلى إذا كان هناك تأخر فيه أنك أنت يطرح ما تكتبه ومش أنت لوحدك نحن نجيب دلوقتي شبابنا على المواقع التواصل الاجتماعي ما يفيد النادي الأهلي ما يفيد مصرحته إذا كتب إبراهيم المنسيش أو قال أي واحد تاني بما فيهم عدل القيع اللي يأتي في آخر الطبور لازم الكلام ده يسوق له جيدا من خلال وسائل النادي الأهلي ووسائل النادي الأهلي أيضا يسوق لها داخل هذا البرنامج وكل برامج بالزبط هكذا تعمل منظومة الإعلام في النادي الأهلي التلاحم مش التنافس لازم نتلاحم أستاذ إبراهيم أنا الأوان أنا كل أهلي منظومة تشكل كتلة ضخمة صخرية تكتسح ما أمامها